كيف يمكن فهم أن روسيا ستعلن عملية عسكرية هي التي ستحدد طبيعتها وظروفها وعدد القوات التي ستنخلط فيها وطبيعة التشكيلات المسلحة التي ستدخل إلى هذه الأراضي لكنها تريد أيضا عقوبات وفق تصورها هي عقوبات تستهدف الجسد السياسي الروسي ولا تمتد لما هو أبعد من ذلك هل كانت هذه تقديرات جدية بالفعل من روسيا؟ نعم المراقبون هنا يقولون بأن روسيا أتت على هذه العملية كعملية استباقية لأن روسيا لو في حال لم تفضل على هذه العملية لكان هناك تحديد جدي لأمن روسيا ولمصالح مواطنيها العملية التي أقزم عليها الرئيس بوتر والقوات العسكرية الروسية هي عملية خاصة وعملية استباقية لنزع السلاح من أوكرانيا اليوم الوزير لفروف أيضا عاد وأكد بأن الموجود العسكري أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي بهدف نزع السلاح في جميع المناطق الأوكرانية في جميع المدن الأوكرانية روسيا الآن هي تعمل على نزع السلاح الأوكراني وعلى منع أوكرانيا من الانضمام إلى حيث أن نهت روسيا الآن هي تقوم بكافة الإجراءات بهدف حفاظ أمنها وحماية مصالح مواطنيها هذا هو المراقبون هنا هذه هي أجوابتهم على كافة هذه الأسئلة بخصوص العقوبات فروسيا تقول بأنها هي منذ زمن بعيد ومنذ أشهر قدمت ضمانات أمنية لحلف الغرب طلبت ضمانات أمنية عفوا من حلف الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم أحد يأبح لهذه الضمانات والغرب والتعامل مع تجاهل روسيا في التعاون وفي الأمن الاستراتيجي فروسيا تقول بأنها أكدرت على هذه العملية بهدف حماية حدودها وحماية أمن مواطنيها ومصالح البلد بشكل عام روسيا كانت تتوقع هذه الأقوبات لكن لفروف قال بأن هذه الأقوبات لم تقل فقط الجسم السياسي المدراء الرئيس بوتين الوزير لفروف الوزير الشايدو ووزير الدفاع إنما طالت الجسم الرياضي طالت الفنانين المثقفين طالت بشكل عام شريحة واسعة من الشعب الروسي من المواطنين الروس هذا كلام الوزير لفروف وقال بأن الإدارة الروسية لم تكن تتوقع هذه الأقوبات من الغرب بهذه الحدة لكنه أكد أيضا بأن روسيا ستعمل على مواجهة هذه الأقوبات خطوة من خطوة وسوف تقوم بكافة الإجراءات لحماية المواطنين الروس وحماية المصالح الروس